السلام عليكم نحن نتعلم محاضرة نحاولها فيديوية طبعا لدينا ثلاث طرق بها الحالة المحاضرة نسجلها كتبت من الشاشة تسجيل من الشاشة والمحاضرة تكون لدينا بصيغة PDF طريقة ثانية نرتب المحاضرة على الpowerpoint والpowerpoint نحفظه بشكل فيديو والطريقة الثالثة انه بالموبايل ناخذ صور للمحاضرة اذا كانت المحاضرة عدنا بشكل كتاب ونحتاج انه ناخذ صور للكتاب ونسوي record screen بالموبايل ونشرح على صور اللي اخذناها للمحاضرة طبعا هاي الطرق راح نشرحها بالتفاصيل وحدة وحدة اول طريقة اللي هي اذا عندي اني بالحاسبة محاضرة PDF مثل عندي هاي المحاضرة عني PDF واريد يعني اصور الشاشة ما لللابتوب هسه هاي اللي عندي واشرح عليها طبعا عندنا برامج خاصة لتسجيل الشاشة اللي على اللابتوب عندنا نوعي من البرامج بسخداركم اياها عندنا هذا اللي هو الـ Free Screening Video Record وعدنا هاي هي الـ Free Camera ان شاء الله هذا البرنامج افضل لحد الان راح احطركم الرابط ما لتنزيل ما اللابتوب ويه اليوتيوب الخاص على مدة نزله مجرد ما احنا نضغط عليه البرنامج تلقائيا راح يحدد لنا المكان لنسجل بيه الشاشة مثل ما اني سمستخدم هذا البرنامج لنسجل بيه فاشي سوي فقط افتح المحاضرة ماتي من افتح المحاضرة ابدي ادوس على الـ Record وهو رأسا حيبدي يسجل صوتي ويسجل الشاشة اللي انا عرضتها على اللابتوب اوكي فابدي اول ما اشغل البرنامج راح يقول لي انه راح ابدي اسجل وراءة الثواني تخلصت للثواني يبدي البرنامج يسجل رأسا فنبدي نعرف الطلاب على المحاضرة وراء احنا مادن نشرح طبعا نقدر احنا يعني نقلب بالكتاب ونشرح وهو حيبقى يسجل انه احنا جدن نحتي وشنو دا يظهر على شاشة فمثلا انا شرحت المحاضرة لطلاب وخلصتها من اخلص البرنامج حيقول لي حتى تنهي التسجيل الفيديوي اضغط على مفتح الـ Escape او ESC اللي موجود في يسار الكيبورد على اللابتوب بالاعلى مجرد منضغط عليه راح ينتهي تسجيل المحاضرة ونحفظ الفيديو ونحمله على اليوتيوب وان شاء الله حنشرح لكم وشون حنحمله على اليوتيوب هاي بالنسبة اذا كان عندنا PDF واحنا سجلنا فشي مباشر من من الشاشة من اللابتوب زين اذا كان مارد اني PDF لانه العيوب انه PDF انه انت منسجل اذا صار عندك خلل بمنطقة معينة لازم ترجع تعيد التسجيل كل من جديد هاي الفقرة مو موجودة بالpowerpoint الpowerpoint هو اسهل بهاي الطريقة الpowerpoint حكل كل شريحة لها التسجيل الخاص بها شون راح نسجل على الpowerpoint اول شي انه اضغط click يمنى اروح على new او جديد اختار الpowerpoint انا عندي هذا microsoft powerpoint presentation ندوس عليه نعم مثلا يريد مني العنوان اكتب مثلا المحاضرة الاولى وافوت على powerpoint يفضل تستخدمون وتنزل powerpoint 2010 اكثر لان 2007 ما بخاصية حفظ الفيديو اوكي سأعني عندي هذا الpowerpoint يفتح جديد اريد ابدأ ارتب محاضرتي اهنا من خلال هذا الجزء او new slide اضغط عليه راح يفتح لي اول slide محاضرتي اضيف العنوان مثلا احنا اكتب بكترية كعنوان المحاضرة اكتبوا اسم حضراتكم مثلا نور امير اوكي خلصت العنوان اريد مثلا السلايد الوراء ارجع مرة ثانية اضغط على هذا الجزء هو new slide مجرد ما اضغط عليه راح يفتح السلايد جديد مثل ما تشوف ون جو السلايد الاول اوكي اهنان ابدأ اضيف محاضرتي مثلا اهنان اني محاضرتي يكون موجودة عندي محاضرتي كPDF او كWord لكن ارتبها بالpowerpoint فقط اللي يحتاج انه اسوي copy paste او نسخ ولسق اهنان او اكتبها مثلا اكتب عدد طرق كذا كعنوان اجي اضغط اكتب مثلا النقاط الاساسية اللي اريد اشرح عليها بالاضافة الى انه اقدر بالpowerpoint اضيف صورة خلال انه هذا الشكل موجود هنا من اضغط عليه اقدر اضيف صورة للpowerpoint وقدر اضيف فيديو مثلا اكو فيديو خلال المحاضرة اريد اعرضه فمن خلال هذا insert media clip اقدر اضيف فيديو مثلا اكتب انه البكتورية مثلا العصوية وارد اضيف صورة لهاي البكتورية من جرد اجي ادوس على insert او ادخال طبعا هنا باللغة العربية الانجليزية هنا باللغة العربية ستكون الاشكال من هاتجيها او البوابات تكون باللغة العربية باللغة سيكون موجود ادخال ادوس على picture راح تطلع لي هذه الصور مثلا اريد اختار هذه الصورة ادوس عليها مرتين راح تنضاف هذه الصورة اقدر اكبر ها وتحكم بحجمها والمكان اللي اريد احط بيها مثلا اضفت صورة كذلك اذا اريدت مثلا اضيف فيديو اجي على home او الرئيسية اضغط هنا new slide راح يفتح لي slide جديد اريد اضيف فيديو هنا مثلا اضغط على insert media clip و مثلا اريد اضيف هذا الفيديو لدرس ماتي اضغط عليه martin راح يتحمل الفيديو اوكي اتحملي هذا الفيديو داخل المحاضرة بهاي الحالة مثلا هنا شوية الشكل اذا شوف انه لون ابيض اقدر اكون تصاميم خاصة للpowerpoint اللي من خلال هاي التصميم ادوس عليها هنا اكو اشكال و ديزاينات ممكن ابدل بها شكل الpowerpoint مثلا اختر هذا الشكل هو تلقائيا راح يحط الالوان والعنوان يبدل يعني يبدل الالوان وشكل مات فيكون الشكل هنا شوية اجمل كعرض الطلاب هس مثلا انا خلصت ترتيب محاضرة مات بالpowerpoint واريد ابدأ اسجله اجي على السلايد شو اللي موجود بالاعلى من خلال هذا الشكل اللي هو record سلايد شو اضغط عليه حيقول عندي خيارين اما start recording from beginning يعني راح ابدي اسجل محاضرتي من اول سلايد هاي من انا يستوني بادية من البداية فاضغط عليها راح يقول انه انت راح تجي اسجل اقول لا اوكي اطيق اوكي لسه هنا بده يسجل يعني هسه انا اخذ صوت يبدأ احتي وعندي هنا هذا يقول انه يسجل recording وبهذا السلايد او هاي الشريحة لحد الان هو دي سجل داعش ثانية فمثلا انا قلت لهم انه هذا المختبر راح نتحدث عن كذا وكذا خلصت هذا السلايد اضغط على السلايد الجوة ادوس السهم الجوة راح مباشرة هسه حولني على السلايد الوراء هنا نربع بده من البداية هسه السلث ثواني شرحة شخص مقتنعة بي واريد اعيد فقط هذا السلايد يعني السلايد الاول لا اريد بقي مثل ما هو هذا السلايد اللي اريد اعيد هذا السهم اللي هو يعني اعادة من اضغط عليه راح يرجع يسجل صوتي مرة الثانية على هذا السلايد فقط قدامي من اضغط عليه رجع صفر مرة الثانية يقول لي انت راح ترجع تعيد مرة الثانية يسجل اقول اوكي فهذا بعد بدا يحسب ثواني بديت اسجل انا هذا السلايد فقط زين هسا انا مثلا هنا اشرح وكمل تشرح لكن هنا بالpowerpoint استهم هذا انس اشرح بمين عرض اقف شي اسم هو الليزر الليزر هذا يشن نتحكم به من خلال ندوس على control اللي موجود بالkeyboard او CTRL اللي موجود في حفة الكيبورد بالاسفل ابقى ضغط عليها وابقى ضغط على click يسر بالماوس شوف اشتغل عليها الدوارة هاي اقدر اشر عليها وهي ستسجل اثناء الشرح مثلا اقول بكتري العصوية مثلا تلاحظون بهاي الصورة وطبعا اقدر اشر اقول هذا من خلال انه ابقى ضغط على control وابقى ضغط على mouse click واشرح مجرد ما اشيل click هو راح يختفي هاي بالنسبة اذا اريد اشرح اشرح انا على صور معينة زين اريد انتقل على السلايد الوراء ايضا بدي صفر من نانا ورح يرجع يشرح لنا هارجع اسجل على السلايد الجديد هذا في السلايد انا اضغط بديو طبعا بكل سهولة مجرد انه اضغط على هذا play سيشغل لي اليوم ندخل على اقدر خلال الفيديو انه يعرض واني ايضا اطم ملاحظات عليه واسجل صوتي خلصت لحد الان مثلا اريد انهي المحاضرة ادوس click ايمن اكو هاي الانشو او انهاء العرض مجرد ما اضغط عليها راح ينتهي تسجيل المحاضرة وراح اطلع بهذا الشكل كل السلايد هذا قدام به هاي العلامة مال الصوت وانش كم ثانية مسجلة بي يعني هنا انا مسجلة 20 ثانية هذا السلايد سجلت علي دقيقة هذا السلايد علي 29 ثانية الى اخره مثلا انه انا كملت ومعجبني هذا السلايد اللي اني شرح عليه اقدر اعيد التسجيل على هذا السلايد من خلال انه اضغط عليه طبعا بهذه الطريقة سيصار محدد بهذا الون البرتقال ادشوف اجي على من اضغط اختار ثانية وحدة اللي هي بدء تسجيل من السلايد الحالي اللي انت مختار حتى بهاي الحالة شنو انه هذا السلايد يحافظ على صوته وهذا السلايد يحافظ على صوته لا يصر اي تغير انا فقط اريد اغير هذا السلايد فهذه الطريقة من اضغط عليه راح يقول انه تح تسجل على هذا السلايد فقط ادوس record راح ابدأ اسجل على هذا السلايد المعروض من اخلص ما اقلب السلايد رأسا ادوس يكليك من اضغط ادوس انت شو احنا نشوف سجلي العدد الثواني اللي انا فقط سجلت على هذا السلايد وخلاص الpowerpoint هاي الخاصية الحلوة بي انه اذا اكو جزء فقط واحد تريد تعدل علي تقدر تعدل علي بكل سهولة ما يحتاج نعدل على كل التسجيل او نعيد كل التسجيل امثلا اريد اشوف التسجيل ماتي قبل احنا سجلنا هستونا هسا هنا بدأ يسجل يعني هسا انا اخف سجلنا احتي اوكي هسا احنا شفتنا شون سجلنا المحاضرة وسمعناها ووكي الامور تمام خلاصت اريد هسا هذا الpowerpoint احفظه بصورة فيديو على مد فيديو بعدين اما انا ازلي الطلب او احاول على اليوتيوب نجي على الفايل ندوس عليها طبعا ها الخاصة فقط موجودة بالورد 2010 والاصدارات الاحدث من عدها اجي ادوس على save us هنا طبعا اسميها مثلا المحاضرة الاولى المختبر الاول يعني على براحتكم تغيرون اسم المحاضرة هنا الشغل اللي هو save as a type شون احنا صيغة الحفظ اضغط عليها اكون هنا هواي صيغة لكن انا اللي اختار هو windows media video هو هذا windows media video اللي راح يحول الpowerpoint الى video اضغط عليه اشوف ان اوك موجود اضغط على save من اضغط على save حسب طويل الفيديو راح يحفظ لي اياها مثلا شوف هنا بد ان يحمل الفيديو او بدي حفظ اذا كان الفيديو كلش طويل او المحاضرة ماتي تسجيلها طويل راح يتأخر واذا كان التسجيل ماتي قليل حيكون شوية اسرع انتظر الى ان هذا التحميل يخلص وراها سيعرف ان المحاضرة اوك خلاص تحويل الى الفيديو هسا خلاص تحويل الى فيديو مجرد ما اجي على المقان اللي انا محافظة بالمحاضرة هاتي هنانا المحاضرة الاولى متحول الى شكل فيديو اضغط عليه اشغله هسا هو هذا المحاضرة اللي قبل شوية سجلناها اثناء الشرح هيا بالنسبة سأني المحاضرة حولتها الى فيديو وننزلها على اليوتيوب وعرضها للطلاب لكن مطلوب انه ننزل بصيغة pdf حتى الطلاب يقدرون يقرون مبس يشوفون الفيديو اشان راح احاول الى pdf طبعا ارجع للمحاضرة ماتي هاي اللي احفظها بصيغة pdf الحفظ بنفس الطريقة بالضبط اضغط على file هنا اضغط على save us مع بالثانية وايضا اسمي المحاضرة حسب اللي اريد واجي من اغير شكل الحفظ ايضا من save us type ادوس عليها اختار pdf هذا pdf راح يحفظ الpowerpoint بشكل pdf للطلبة اضغط عليها هنا اصار pdf مثلا اخلي اسميها المحاضرة الاولى pdf اوكي اطيها save اوكي نحوض فهس نجي نشوف مسه هاي المحاضرة اولى pdf حفظناها بشكل pdf اضغط عليها اشوف شون حدث اضغط هاي المحاضرة اللي احنا سجمناها ورتبناها بالاضافة للفيديو طبعا الفيديو بالpdf اكت ما هيشتغل لذلك هيكون موجودة المحاضرة بشكل يوتيوب للطلاب زين خلصت عندي المحاضرة مسجلة بصورة فيديو وعندي المحاضرة مسجلة او محفوظة بشكل pdf حس ما طب من عندي احمل هذين الثنين على الصف الالكتروني اللي انا مساويته حس اجي على الصف الالكتروني هذا هو احنا الصف اللي سجلنا بي قبل شوية وهذا صف اللي سوينا البكترية المرحلة الرابعة ادوس عليه هس هنا انا اريد احمل المحاضرات اللي قبل شوية سويتها بشكل فيديو او سويتها بشكل pdf اجي هنا على share something with your class اضغط عليها مثلا اكتب محاضرة الاولى اجي من هاي الاد هذا الشكل اضغط عليه هيقول لي شنون تريد تحفظ او اضيف الملفات اللي عندك ادوس على هاي الفايل اضغط عليها اوكي اه 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 اضغط عليها راح يفتح لي الماتي كومبيوتر انا اخزنا المحاضرات قبل شوية بدي كومنت هاي المحاضرات ماتي احفظناها اضغط عليها اضغط عليها وادوس لها open اذا عندي هاي المحاضرات الاولى كpdf اه موجودة ارجي ادوس add more file لان عندي محاضرات مع الفيديو اللي هي هذي هاي شكلها مع الفيديو ايضا اضغط عليها وادوس لها open اذا صار عندي المحاضرات بشكل pdf والمحاضرات بشكل video بثيرتهم موجودة للطلاب ادوس add more متتحمل هاي هنا راح يبدن يتحملون اتحمل لتثينات هن اسهل محاضرات موجودة اذا فقط مجرد ما ادوس هنا post راح تنزل المحاضرة للطلاب اسهل المحاضرة الاولى هذا هو pdf وهذا هو الفيديو الطالب يقدر يستمع لها يشرح وعند المحاضرة يقدر يسحب ويقراها بالنسبة اذا انا رجلت احط المحاضرة هي فيديو مباشرة ان نزلها على الصف احنا بكلية المصطفى مطلوب من عدنا انه نحملها على اليوتيوب وبعدين ننزلها بالصف طبعا هاي الطريقة هواي احسن اليوتيوب هواي اسرع واسهل على الطلاب السلام عليكم السلام عليكم السلامة القانون هذا فيديو بتوضيحي شون سوين محاضرات تسجيل فيديوية بابسط طريقة اه انا اكو طريقتين اما انه تستخدمون برنامج السجلون بالمحاضرات وطريقة تسجيل المحاضرات راح ادزها بفايل منفصل اما هسه ها علمكم فقط شون سجلون المحاضرات اه عن طريق الموبايل بابسط طريقة اه اول شي احنا عدنا او التسجيل اه الشاشة الفيديوي مثل ما ادى اساوي انا من خلال هذا الشي انه طبعا اشوفون هذا هو انه يسجل صوت وصورة اللي موجود على الموبايل فهسا اذا اش اش يكون عندي المحاضرة موجودة بالموبايل اما بصيغة pdf او موجودة بصيغة صور يعني مثلا اذا كانت عندي محاضرة موجودة بصيغة الصور يعني انه الكتاب موجود قدامكم واخذت صور للصفحة مارتي بكل بساطة تروحون تاخذون صور في الكتاب او المحاضرة نفوت على الصور هسا عندي هاي الصفحة الاولى من الكتاب ماتي هاي صفحة الاولى زيان اشغل سكرين ريكورد وابدي اشرح المحاضرة والصورة قدامي يعني مثلا هنا انا انا دا احتي على انه مقدمة على العلاج بالاشعة وابدي اشرح واطي النقاط الاساسية طبعا ملاحظة انه طول المحاضرة ما يتجاوز 15 دقيقة اكثر شي تطون انتو او تشرحون تكون 15 دقيقة فقط فاثاني ابدي اشرح اه واكمل مثلا هاي الصفحة اقرب على الصفحة الوراها والصورة الوراها وابقى اشرح وهذا الفيديو هو هيبقى يسجل الصوت والصورة اللي موجودة من اخلص فقط اضغط على انهاء التسجيل راح نلقي الفيديو موجود في الفيديو وات اللي خاصة بمعرض الصور او الموبايل وبكل سهولة نقدر الفيديو انحمل على الطلاب يشوفون الفيديو هاي الطريقة الاولى الطريقة الثانية انه ذا القناة المحاضرة موجودة عدكم ك pdf يعني مثلا انا عندي هسا هذا الكتاب عندي هذا الكتاب انا منزلته ك pdf وهو اريد اشرح من عند المحاضرة ماتي فايضا الطيس فهنا انا ايضا ابدي وابدي اشرح واني اقلب بالكتاب مثلا احتي اقول اليوم بالفصل الاول من المحاضرة الاولى من الكورس الثاني راح نتحدث عن طبيعة الخلية وابدي اشرح واني اشرح اقلب بالمحاضرة بصورة طبيعية والفيديو عادي قاعد دي يسجل لي انه انا اشرح ودي يسجل ايضا الصور ايضا اهمينا من اكمل شرح انهي تسجيل الشاشة وبكل سهولة راح القى الفيديو موجود في الفيديو وات في المعرض الصور وراح ارويكم الشر راح نلقى مثلا انا اسجلت هاي المحاضرة راح اطي انهاء للمحاضرة هسا ورا ما اطيت انهاء للتسجيل مع المحاضرة اروح على الصور راح على الفيديو المحاضرات عندي هو الفيديو اللي قبل شوية اسجل بي مثلا راح اشغله فهنا ايضا ابدي screen record وابدي اشرح واني اقلب بالكتاب مثلا احتي اقول اليوم بالفصل الاول بالمحاضرة هسا هذا الفيديو كان مال المحاضرة القبل شوية سجلتها بكل سهولة نروح على google classroom نحمل الفيديو طبعا شون راح نحمل الفيديو بالطريقة الاتية راح افوت انا على google classroom راح اجي على افوت على صفوف ماتي خل افوت مثلا على الصف البكترية هنا ادوس على share with your classroom ادوس يقول لي شنو الاشياء اللي تريد انت تشيرها هنا طبعا اكتب المحاضرة الاولى مثلا العفو هاي المحاضرة خلقا صححها تمام اوكي محاضرة الاولى وهس اسوي للفيديو اللي سجلت قبل شوية من هذا الدمبوس اللي فوق هذا الهنان ادوس عليه يقول لي مين تريد تحمل اقول لي الحمل فيديو مثلا المحاضرة راح يطلع عنا كل الفيديوهات عندي انا هاي المحاضرة اللي عندي راح يحملها طبعا الفيديو كل مكان فترة طويلة يكون تحميل شوية اذقل هسا انا يحمل عندي الفيديو واني المحاضرة الاولى خلصت اضغط اهنان على الارسال او خلص اهنان هسا عندي انا نزلت المحاضرة الاولى من ادوس عليها هذا هو الفيديو الموجود الطالب يجي ادوس على الفيديو راح ينفتح الفيديو بهاي الطريقة وراح تنزل عند المحاضرة فهنان ايضا ابدأ ساعد المحاضرة نزلت او